بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم نواصل شرح الموضوع الأول العقيدة من البحور الثاني الدرس الرابع هو مخارج الحروف أولا هل تعلم أن لكل حرف تنطقه له مكان محدد لكل حرف هل تعلم أن لكل حرف تنطقه مكانا محددا في الفم يخرج منه إبا الحروف لا تخرج كلها من مكان واحد في الفم ولكن كل حرف له مكان كل حرف ليه مكان بيخرج منه من هذه المنطقة في الفم ما معنى مخارج الحروف؟ طبعا المخارج اللي هو المكان مخارج الحروف يعني الأماكن التي تخرج منها الحروف هو مكان خروج الحرف فكل حرف تنطقه له مكان محدد يخرج منه في الفم لينطق بشكل صحيح إذا إذا أخرجته من غير إذا نطقت الحرف من غير مكانه إذا هذا نطق غير صحيح إذا كل حرف لمكان فيتميز فيتميز هذا الحرف به عن غيره من المكان إذا تميز بهذا المكان عن غيره من الحروف كل حرف لمكان محدد فبالتالي هذا المكان يميز هذا الحرف عن غيره لماذا نتعلم هذه المخارج حروف تخيل مثلا لو أنك بدلا من أن تنطق كلمة ثم ثم بتخرج اللسان فبالتالي الثاء بتخرجه من طرف اللسان ثم نطقتها ثم إما بدلا ما تنطقها بالثاء نطقتها بالإيه؟ بالسين أي نطقتها بالسين وليس بالثاء ولو أنك بدلا من أن طبعا هنا يتغير المعنى تماما ولو أنك بدلا من أن تنطق كلمة كلب بالكاف نطقتها قلب بالقاف نطقتها بالقاف وليس بالكاف هل لاحظت تغير المعنى؟ ها هناك فرق في المعنى؟ نعم فرق كبير هل لاحظت تغير معنى الكلمة لمجرد تغير ضدق حرف بها؟ هنا نرى مدى أهمية أن تنطق الحرف بشكل صحيح لأنك إذا نطقته بشكل غير صحيح وخرج من غير مخرجه سوف تتغير معنى الكلمة وبالتالي هذا يكون لحن وخطأ في القرآن الكريم قال تعالى وكلبهم شيء فأتقول وقلب وقلب بالقاف ولكنها بالكاف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد وهكذا هذه الآية من صورة الكاف إذن علينا الضدق حرف الكاف هذا من مخرجه السليم لنفهم البعد الصحيح للآية الكريمة لذا نتعلم بخارج الحروف حتى نستطيع نطق الحرف بشكل صحيح وكذلك نستطيع تلاوة الكرآن وتجويد الكرآن وفهمه بمعنىه الصحيح نتلوه على أكبر وجه قال تعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل نتلو القرآن تلاوة صحيحة ما المقصود بمخارج الحروف أو ما عدد هذه المخارج المخارج الرئيسة هي خمسة خمسة مخارج هذه المخارج هي الجوف والخشوب والشفاتان واللسان والإي والحلق بخارج الحروف أولا بخرج الجوف الجوف هو الخلاء دي معنى كلمة الجوف الجوف هو الخلاء أو الفراغ الخلاء اللي هو الفراغ الشيء اللي هو الفاضي الممتد بين الحنجرة إلى الشفتين الجزء اللي هو من أول الحنجرة إلى الشفتين هذا الجزء اللي هو الفارغ دوت من الوسط هذا يسمى الجوف الزور ده كده وتخرج منه أحرف البد الثلاثة اللي هي الألف والوا والإيه واليا هذه الأحرف تندق من الجوف في حالة البد فقط في حالة إيه المد طبعا في حالة البد الألف بيسبقها إيه فتحة والوا بيسبقها الحرف ياللي أبلها بيكون مضموب والحرف اللي أبلها بيكون إيه مكسور هذه هي حرف البد ما تخرج منين؟ من الجوف ثانيا الحلق المخرج الثاني المكان الثاني وفيه مخارج لستة أحرف يبقى إذن المخرج السابق اللي هو مخرج إيه؟ الجوف يخرجونه ستة حروف عندما هنا ستة حروف أو ستة أحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام الحلق ده عشان طويل شوية فبنقسم فيه بقى أقصى الحلق الأقصى ده اللي هو الأبعد وفي الوسط وفي الإيه اللي أدى؟ أقصى الحلق بيخرج بينه الهابزة والها طب وسط الحلق العيد والحاء طب أدى الحلق الغايد والإيه؟ والخاء لاحظ كده إبطأ كل حرف وهتحس بالإيه بحرفها بتخرج هتلاقي المكان بتغير ها ها هنبدأ أقصى الحلق طيب وسط الحلق الوسط عا حا هتلاقي نزلت شوي أدى الحلق ده اللي بعدي بقى غا خا ده اللي هو إيه؟ اللي هو قريب بالفم طيب وصلنا بقى بحدا بنبدأ كده بالتحت إيه؟ والتطايع لفوق وصلنا الوقت لللسان تنقسم مخارج اللسان إلى أربعة أقسام ده مخارج ليه؟ اللسان برضو أقصى اللسان بيخرج بينه القاف والكاف جرب كده وانطق معي هتحس بيه المكان اللي بيخرج بينه قا كا اللي تقرأ بين بعض طب وسط اللسان وسط اللسان بيخرج بينه الجيم انطق جي جي حسين بالمخرج جي وشي ويا وهذه اليأ في حالة الإيه؟ في حالة البد أيضا طرف اللسان أولا حفة الإيه؟ حفة اللسان الحفة حفة اللسان ضا لا ضا ولا الحفتين اللي هو في الجب صب طرف اللسان طرف اللسان اللي هو إيه؟ القريب بقى اللي هو على الطرف اللي في آخر يخرج بينه الدود والراء والتاء والدال والطاء والزاي الزايدة لا تخرج فيها اللسان صاد سيد ذال ذال بقى بتخرج فيها اللسان والثاء والظاء اهو تلاتة دول بتخرج فيهم اللسان رابعا الشفتان يخرج بينهما الفاء فاء جرب جاءت لايه خارج يبدين بين الشفتين فا و با بي بهذه الحروف هذه الايه الاحروف الاربعة تخرج من الشفتين خامسا الخيشوم الخيشوم هو التجويف الانفي اللي هو ايه عند الانف كده فيه مخرج صوت الغنة في حاجة اسمها الغنة واخدنا بعد قبل ازاك في اتغم بغنة وبغير ايه غنة طيب يخرج صوت الغنة الملازم لحرفي الدون والايه والميم بتحس كده وانت بتنطق حرف الدون وحرف الميم بغنة كده تخرج بلايه بالانف اللي هو الجزء اللي هو الخيشوم ما ازا هزا شكل ملخص لمخارج حروف الجوف يخرج من حروف البند الف ووليا طيب اه الحلق يخرج منه ماذا الهبزة والايه والهاء ده طبعا بالاقصى الحلق سماء العين والحاء من الوسط سماء الغين والخاء من ايه من الادنى بعد ذلك اللسان اللسان قلنا بيقاس من اربعة اقصى اقصى اللسان بيخرج منه القف وايه والكاف طيب وسط اللسان بيخرج منه الجيب والشين والايه والياء في حالات البد بعد ذلك الايه الضاد واللام الدد واللام بيخرج منه بحفتة الحفتين اللسان طيب اما من طرف اللسان يخرج منه بقية الحروف الدون والراء والتاء والدال والطاء والزاي والصاد والسيد والذال والثاء والظام بعد ذلك الشفاتان بيخرج من الشفتين الفاء والوا والبي والباء والبي من الخيشوب الدون والايه والبيب اللي هي الغنى طيب اماكن اماكن خروج الايه اماكن مخارج الحروف في الفم من خلال هذا الشكل بعد ان تعرفنا بخارج الحروف وادى لكل حرف مخرجا في الفم الان سنتعرف اماكن خروجها ونطقها منه كي تستطيع التدرب عليها بشكل صحيح ولكي تستطيع اخراج حرف اخراج حرف من مخرجه ضع حرف ا اللي هو الهبزة قبل نطقه عايز مثلا تدطق حرف الايه الباء عايز تشوف مخرج وتقول اب مثلا وهكذا طيب قبل نطقه فهذا سيساعدك على نطقه جيدا مثل اس او تحس بالسين اط اق وهكذا وهكذا وإليكم اماكن مخارج الايه الحروف كما هو موضح بهذا الايه الشكل يعني هنا مثلا هذا هو الايه الحلق قلنا فيه مخارج ستة احرف فينقسم بساسة اقصى اقصى الحلق هذا هو الاقصى اللي هو ايه اسفل بيخرج بينه الهبزة والايه الهبزة والهايه طيب الاعلى قليلا اللي هو الايه الوسط الحلق بيخرج العين والايه والحاء اللي هو الوسط طيب الانة طبعا ايضا هنا حرف الايه البند ده اللي هو ايه الجوف بقى الجوف هنا في هذا الايه حرف البند طيب أما هدى الأندى اطلع بقى فوق شوية كده بيخرج بينه إيه اللي هو أندى الحلق بيخرج بينه الغين والإيه والخام طيب بالنسبة للساد اللساد قلنا بيقسم لربعة أقساب في أقصى اللساد بيخرج بينه إيه القاف والكاف أقصى اللساد هدى في هذه الإيه المنطقة طيب الوسط بيخرج بينه إيه في حالة البند طيب حفة اللسان بيخرج الضاد والإيه؟ الضاد واللام حفة الإيه اللسان بالطرف بيخرج بينه بقية الحروف اللي هي الدود والراء والتاء إلى آخر طيب إيش فتاة بيخرج بينها هذه الحروف اللي هي أدلفاء والواو والبق والإيه والبيب الخيشوب طبعا بيخرج بينه كما كلها الدود والإيه الدود والبيب او ببعد اضاق الغدة اللي هي بتخرج بعد دود والA والB. هذه البطقة تسبب صقف الحركة الاعلى اللي هي بطقة الاعلى.